فضالي البيتنا الزيارت بتاعت البيت احنا قد لنا البيت القديم كان ايوة علي واحنا البيت القديم البيت القديم ده ملك لي كنتوا كاورسة صح؟ اه كويس احنا صمت بناه ولد بس لو الولد بني حقه واخن نصمت بناه وده الحق التالي احنا بنين فيه لا انا من سامع يعني الولد اخد حقه وخلاص خد حقه من البيت اه واخد حقه في البيت فالبيت ده بتاعك انتوا كبنات اه بتاعنا كبنات فانتوا لميتوا من بعضه وبناتوا البيت اه بنينا البيت لهم من عشان لبيت هيروا عليها ماشي تمام جاء أخويا وقفوا كده وعايز وعايز حقه في المبالي بتاعك طب احنا المبالي جيحنا اللي بنيناها قالتني واني ما ليش دعوة طب حقه معلشي معلشي انا ياسف معلشي انا ياسف هو البيت ده كان بتاعك انتوا كبنات صح اه ماما كتليها فيه امي اه اه ضمه وكلنا اللي كتبت امي امي ديها فيه لا معشان افهم يا فانتب يعني انت دلوقتي اخوكي خرج اصلا مسال المراسي اخوانا هو الاصل انا ما اتكلمش فيه على الهواص بس انا لا مراس ولا طلاق ولا رضاع لكن واحدة واحدة بس اخوكي خد حقه طلع والبيت ده اصبح بتاعكو انتو وبتاع والديتكو صح اه وملديتي قالت لو كويس ابو سيما كتبتش حال هي قالت لو موت او حاجة البيت ده نسيبه للبنات ده بيت البنات يوم ما يحصل ما ليش علاقة بكلام ما ليش علاقة شوفي ما ليش علاقة بكلام اللي ام نسيبه هي كتبة الكلام ده ولا مش كتبة لا لا مش كتبة خلاص يبقى البيت ده نصيب ماما اه في البيت ادي ايه ما انا ما عرفش نصيب ماما ادي ايه احنا ما عرفنا احنا بعد ما هي توفت فنصيب فجينا بقى واتسمى النصيب بتاعنا طلعي حوالي البنت نصيبها 70-70 متر وماما نصيبها كام نعم احنا بعد ما توفت والدتي اه انتو شلتوها بقى كده وما حسبتوش اخوتها اه جي واحد تقسم البتاع فأخويها طبعا هياخد 140 متر واحنا كل واحدتين هتاخد 70 طيب ماشي انا هرد على حضرتك هو بس يا خنة يعني في مسائل المراس مسائل دقيقة جدا لدرجة ان الشرع الشريف خلاها نصف العلم يعني تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانها نصف العلم وقضية اللي احنا بنسمع من طرف واحد لا في طلاق ولا رضاع ولا مواريس نقدر نسمعها على الهوى ولا نتكلم فيها لكن انا هنصح بس يعني هن باب النصيحة فقط لا اكثر الاصل اللي احنا نقعد مع بعض كده ونشوف الورسة هو البيت ده في الاصل كان بتاع مين والله بتاع اخوات البنات طلع يعني انتو اشتريته نصيبه ما احنا ما اعرفش طب ماما لها ايه ماما لها مثلا التم ما اعرفش لو احنا بنكلم في مواريس لانه موجود اخوة موجود اولاد ولا بابا كان كاتب لها نص البيت ما انا ما اعرفش ده بتاع ايه اصلا وبالتالي فلما مات ماما رحمة الله عليها ماتت وانا ما اعرفش اصلا انا ولا حضرتك عارفة نصبها كان كام الاصل اللي احنا نقعد ونشوف هي ماما نصبها كام قبل ما تموت هه كام والله خمسين متر ميت متر تلاتين ماما انا ما عرفش شوفوا انتو وبالتالي الخمسين ستين متر كلكوا بقى تشتركوا في الخمسين في نصبها هي في نصبها هي يعني الاربع بنات والولد الاربع بنات حيبقى اكنهم ولدين ولد يعني على 3 فنقسم نشوف نصبها ويتقسم على 3 طيب والله اصلا احنا بنينة احنا بنينة بتقدر الأرض دي بدون البناء الله الأرض دي تتكلف قد كده وخلصوا أخواتكم وشوفوا المسألة ولا لازم لازم تعودوا مع بعض كده تروحوا لجنة الفتوى بالأظهر الشريف وتشوفوا الدنيا دي وتفرشوا الوراء وهم يبدأوا يديكم التفاصيل بس لازم كلكم تكونوا مع بعض